السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نقوم بتعليل وتقييم أداء الدولي الجزائري رامي بالسبعيني مع فريقه بولوسيا دورسمون ضد فريق بولوسيا مونشنغلات باخ بطولة الدوري ألماني في الجولة الثانية عشر في لقاء السابق قبل البديو أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لفيديو سلوكو جديد ويندلق على ورقك له في التفاصيل أكتر رامي شارك أساسي ولا عيبت عند دقيقة بالتمام والكمال في لقاء القمة على مستوى البوندوسليك في يوم السابق تحصل على تقييم سبعا كتقييم على أداء وعلى مرتدي في لقاء اليوم للأمن قدم مستوى كبير وظهر بصورة ممتازة إحصائية المباركة الآتي على المستوى الدفاعي ستتركوها ثلاث مرات أما الاعتراضات النجاحة ثلاث مرات التدخلات النجاحة بتسبب 100% كسب الاتحامات الهوائية بنسبة 5% والإلتحامات الأرضية بنسبة 67% على المستوى الدفاعي إحصائية المتازة وجيدة وكان فعالا دفاعيا وكناع أن رامي الثماني يتميز بالقوة الدفاعية والصلابة والتركيز دينات المباراة هذه نقطة إيجابية لللاعب الجزائري أما على المستوى الهجومي إحصائياتك الآتي سددت تزديدتين لكن كانت خارج المرمى وغير مؤطرة لم يصنع أي فرصة دفاعات التامري تصل إلى تعدد 8% أما التامري تطويلة بنسبة 38% المروغات بنسبة 100% لمس الكرة 107 مرة وحصل على خطأي على العموم رامي بالسبعيني قدم مستوى كلابير ظهر بالصورة ممتازة قدم آد جيد في لقاء اليوم شاهدت مباراة الدورتمون ومشيق لاتبخ مرضوضه كان جيد كان جيد دفاعيا وهجوميا في الانسانة الهجومية لاعب مباراة متكاملة وأتمنى أن يستمر على هذه الوثرة مع فريقه الدورتمون للأمنة اللاعب في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي كان على مقاعد البودلة لم يكن يشارك أساسي في مبارتين لكن حاليا عاد إلى الأساسية وعاد إلى أشكل الأساسية ليكون رمز من الرمائز الدورتمون هذا الموسم إن شاء الله لا تنسى الاشتراك لك في الفيديو سيكون جديد وإلى اللقاء